اشتركوا في القناة او مسائل زي كده عشان ما نطولش الحلقة وبعض الناس بيشتكوا عشان موضوع المقاط وكلام ده هو الكلاف معروف ان ده مشكلة بتعاني منها النساء واحيانا بعض الناس يعني بيشتكوا من مسألة دي هو حاجة شكل مختلف بيظهر في البشرة او في الجلد بيبقى يأزي الانسان ويسبب له يعني ايه ضيق ونفور ويعني بيستحي من نوعه لرغب الشكل الجمالي يعني النهاردة المجربة بتاعتنا العناصر بتاعتها مفيش بيت بياخله منه الحنة طبعا الغالبية الحنة اللي هي العادية الخضرة ديت التوم او السوم او يعني ايه ده التوم عسل النحل هجيب التوم هو يعني عشرين فص يعني او عشرين واحدة عبا احنا بقولول علينا في مصر دي بقولول عليها راس توم يعني انا لما بجيب عشرين واحدة مش عشرين واحدة من الكبيرة دي لأ عشرين فص اللي هو الفريضاني ده المفرد ده يعني يقدر بحوالي اتنين حبيتين من ده كده اللي هو الفص ده وحاول انا شوي بطريقة ان يفضل ماينشفشي ولا يتحرق اشوي يعني اخليه يبقى لين تمام؟ ادت توم بعد ما بقى يعني بشوي العشرين الفص توم دولا او العشرين الجزئية ديت يعني بقى بقرب عشرين يعني مش شرف عشرين او لا عشرين عدد عشرين ليه لا هي يعني اقول لو اتنين زي ديات افصصها وشويه من غير ما حرقهم غير من اشف هو اخد الايه ديه بعد ما يطلع القلب بتاعها اللي هو الطري ده اهرسه كويس وقام ضيفله معلقتين معلقتين كبار من الحجم ده يعني اتنين من ديت اشويه وهطلع المادة المادة بتاعته واهرسها كويس وقام ضيفله معلقتين من الحنة واقلبوا كويس بعد ما قلبوا كويس ويبقى زي العجينة كده واقام ضيفله كمان معلقة عسل نحن طيب الاستعمال يفضل ان هو يفضل اطول فترة ممكنة على الوجه يعني لو في مطلة الوجه او حسب ما هو موجود في المكان يعني المكان بتاعه بس هو في الغالب بيبقى في الوجه والرقب والكلام ده باجى قبل النوم بشوية يعني قبل النوم ربع ساعة نص ساعة الكلام ده على ما يكون البشرة متصفة وهو عامل الوجه وبسيبه لا يقل عن ثلاثة اربع ساعات فترة العلاج ما تقلش عن اسبوع فترة الاستعمال ما تقلش عن اسبوع سبع ايان ممكن لو انت يعني او انت فيه ظروف معينة ممكن اعملها يوم بعد يوم يعني النهاردة عملتها بكرة لا طب تاني يوم ده انا ممكن استعمل حاجة تانية اجيب اللبن الرايم الحليب او اللبن الرايم واعمل به برضو مصك واسيبه على الوجه نص ساعة قبل النوم وابدأ انشف واشي والوجه بس لكن بعد خلطة التوم والحنة والعسل دي الصبح بخسل الوجه بماء دافي يعني فاتري يعني مش مبقى السخن قوي ولا يبقى يعني يعني في درجة حرارة الجسم ويفضل في الفترة دي ان احنا نبتعد عن المواد الحريفة نبتعد عن التعرض للشديد للشمس يعني ما نتعرضش لمسيرات للجلد يعني في بعض الملاحظكم تعاوز اتكلم فيها مش كل الزيوت يا جماعة هنقدر نعملها في البيت وانا ما بخلش على حد الاصدقاء اللي بيتكلم او بيتصل او بيطلب يعني في بعض الناس بيطلب مني طلبات غريبة انا مبقى يعني مستحي ان انا ارد اقول له ايه يعني حد يقول لي مثلا انا عاوز اعمل زيت اللوز في البيت النهاردة زيت اللوز في مصر يعني اللوز في مصر حب اللوز الكيلو متوسطه امتين جنيه لما انا بسمع بشوف حاجات غريبة يعني يقول لك ادودة زيت اللوز لا مش زيت اللوز طالما طالما في بزر او في شيء هيتعصر وهيطلع منه زيت يبقى هو ما يجيش غير بالعصر يبقى فيه طرق استخلاص يعني فيه طرق ان انا بوصل للزيت بالعصر وفيه طرق باستخلص المادة الفعالة اللي في العشبة في زيت تاني حامل لها فاللوز في زيت يعني وفيه نسبة زيت بيقول مثلا 30% 35% 40% حسب اللوز طيب انت هتطلعوا ازاي في البيت ده عاوز عصارة ولها موصفات خاصة قبل كده انا اتكلمت في حلقة عن موضوع العصارة المنزلية فرجاء فيه زيوت استخلص عادي ده احنا بنقولها عالطريقة بسيطة برضو وبردو وفي نفس الوقت انا ما بوصلش للمستوى العالي من الزيت كل اللي بيتم في البيت يا جماعة احنا بنجتهد علشان نوصل لشيء افضل من لنا اتعرض لان انا يعني اخد منتج مخشوش او منتج فيه ازة او منتج غالي او مكلف فانا بنجتهد في البيت لكن مش هتقدر تعمل زيت حبة البركة منزلي عاوز عصارة عندك عصارة صغراء يا اهل واسهان وانا حابب كده وكنت بقيت كده زيت دواري شمس لازم عصارة زيت بزيت الكتان لازم عصارة كل الحاجات دي عاوز عصارة منزلي او عصارة يتجمن عصارات ففي بعض الحاجات انا بقول ما تنفعش فما تزعلش مني واتمنى كل الحلقة عجبكم ولا لقاء في حلقة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته